السلام عليكم اهلا بكم حبابي معكم ميس مروة من قناة ميس مروة النهاردة ان شاء الله هنبدأ في شرح منهج كي جي تو منهج كونكت بلاس من الكتاب استبهت ان شاء الله يبقى ترمي سعيد عليكم وعلى ولادكم ولكن قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش اللايك للفيديو وشيروا الفيديو مع اصحابكم عشان كمان يجوا يستفادوا معاكم نيجي هنا بنشوف اليونتز اللي عندي ان شاء الله دا حناخدها في الترمي دا في منهج كونكت بلاس لكي زي تو. عندي هنا يونت وعندي يونت سيكس وعندي يونت سيفن وعندي يونت ايد. يعني عندي يعني عندي كده اربعة يونتز وبيكون هنا عندي في الاخر بعد كده عندي جانيرال تاستز. تمام? طيب نبدأ النهاردة ان شاء الله كده نبدأ في يونت فايف عندي يونت فيف بعنوان ماي تاون ماي كلنا عارفين ان كلمة يعني مدينة لما اقول يعني المدينة بتاعتي انا بقول مدينتي نيجي هنا عندي نشوف الكلمات اللي عندي عندي كلمات حلوة جدا واكيد اكتر الكلمات دي انتو عارفينها يا كيشتو هنا عندي عندي المدرسة اللي كنانا بنروحها اسمها مدرسة هنا عندي المستشفى اسمها لكن البنك بقى اسمه بانك دي سهل البنك اسمه بانك عندي مدرسة مستشفى هنا عندي بانك يعني البنك طيب هنا عندي المكان بقى اللي كلكم بتحبوه اللي هو المنتزر للمكان بتتفسحه وفي اسمه بارك بارك يعني منتزة بارك محطة الاطفاق اللي يعني لقدر الله يا كده لو حصل حريقة مثلا بيتصلوا بيها هي اللي بتيجي تطف الحريقة اسمها فاير ستيشن فاير ستيشن وهنا عندي قسم الشرطة يعني اسم الشرطة اسمه بوليس ستيشن بوليس ستيشن وهنا عندي السوبر ماركت اسمه سوبر ماركت سوبر ماركت المعلم بقى والمعلمة يعني زي دلوقت كده انا اسمي اسمي تيتشر تيتشر وهنا ده عندي المحاسب اللي في بنك اللي بيشتغل في البنك اسمه تيلر تيلر يعني محاسب في بنك اسمه تيلر لكن ضابط الشرطة اسمه بوليس اوفيسر بوليس اوفيسر رجل المطاف يبقى اسمه فاير فايتر خدوا بالكم هنا عندي الجي والإتش سايلاند اسمهم فاير فايتر فاير فايتر المهندس اسمه انجينير انجينير يعني مهندس يلا يكي جيتو ربيت افتر بي سكول هوسبيتل بانك بارك فاير ستيشن بوليس ستيشن سوبر ماركت تيتشر تيلر بوليس اوفيسر فاير فايتر انجينير هنا بقى عندي الطيار بقى اللي بيسوق الطيارة كده نفسها اسمه بايلت بايلت يعني طيار انما رائد الفضاء بقى اللي بيطلع الفضاء كده فوق اسمه استرونات اجين استرونات يعني رائد فضاء القبطان بقى اللي بيبقى قبطان السفينة او قائد السفينة كده اسمه كابتن كابتن الطبيب اسمه دكتور دكتور اكيد دي عارفينها انما الطبيب البيطري اللي هو الطبيب البيطري اللي بيكشف على مين اللي بيكشف على الانيمال اسمه فت انما دكتور ده هو اللي بيكشف علينا كده احنا البني ادمين انما اللي بيكشف على الانيمال اسمه فت الممرضة بقى اللي بتساعد الدكتور او بتساعد الفت اسمها نيرس يعني ممرضة طيب وين عندي سائق التاكسي يعني اللي بيسوق التاكسي اللي سواه اسمه تاكسي درايفر تاكسي درايفر انما سائق المترو اسمه مترو درايفر مترو درايفر المطار ده بقى هنا ده عندي بلايس عندي مكان المطار اسمه ايربورت ايربورت يعني مطار ريبيت افتر مي بايلوت استرونوت كابتن دكتور فت نيرس تاكسي درايفر مترو درايفر ايربورت برافو عليكو يا كيزي تو هنا بقى عندي جملة مهمة جدا بيقول I want to be معناها ايه اريد ان اكون I want to be يعني انا عايز اكون كذا I want to be هنا مثلا لازم استخدم A or I want to be مثلا ا دكتور انا عايز اكون دكتور هنا بستخدم ا والان عشان اللي بيجي بعديها بيجي بعديها مفرد ال ا والان بتيجي قبل النون الاسم المفرد تعالوا بقى كده نشوف مع بعض يعني وليكن دلوقتي انت قاعد مثلا واخوتك قاعدين وولاد عمتك قاعدين مثلا او انت قاعد مع يعني قاعد مع صحابك كل واحد منكو حيقول مثلا انا عايز اطلع كذا لما اكبر يعني افرد دلوقتي انت قاعد مع صحابك تمام? انت مثلا حتقول ايه يعني لما اكبر ها عايز ايه بقى لما تكبر حتقول يعني انا عايز اطلع دكتور هيجي بقى واحد تاني قاعد جنبك هيقول لك ايه لا بقى لما اكبر انا عايز اكون حاجة تانية انا عايز اكون مهندس طيب واحد تاني هيقول ايه انا هنا عايز اطلع طيارة بقى عايز اسوء الطيارة طيب واحد رابع خالص هيقول لما اكبر لا بقى انا عايز اطلع رائد فضاء طيب انا بقى ميس ماروة لما كنت صغيرة كنت بقول ايه كنت بقول لما اكبر انا دايما وانا صغيرة كنت بقول انا عايز اطلع مدرسة فانت لازم كده وانت صغير كيه تقعد مع نفسك وتشوف انت نفسي تطلع ايه عايز تقول لو انت عايز تطلع دكتور هتقول انا عايز اطلع دكتور طب لو عايز تطلع مهندس هتقول ايه انا عايز اطلع مهندس طب لو انت بتحب بقى الطيارة وعايز تطلع كيه طيار وتسوق الطيارة هتقول ايه انا عايز اطلع طيار وممكن تقول انا عايز اطلع كده رائد فضاء لكن لو عايز تطلع بقى زي انا ميس مرة ممكن تقول انا عايز اطلع ايه اطلع مدرس او اطلع مدرسة تعالوا بقى نتعرف على الناس الموجودة عندنا النهاردة ونشوف كل واحد بيتكلم عن نفسه بيقول ايه عندي نمبر وان الصورة اللي عندي دي بتقول ايه انا اسمي داليا يعني انا كده مدرسة يعني دي المدرسة بتاعتي يعني انا بروح المدرسة باي كار يعني بالعربية دي مين دي داليا طيب نمبر تو الصورة الموجودة قدامي هي هنا بتقول ايه انا اسمي ايمان يعني انا بشتغل هي عشان دكتور اكيد بتشتغل فين في الهوسبتال انما هنا عندي داليا اكيد هتشتغل فين في السكول نرجع بقى الايمان ايمان بتقول انا بروح الهوسبتال يعني بالتاكسي يعني احنا عايزين نطلع من الجزء ده انه نعرف كل مهنة او كل وظيفة بتشتغل فين هنا عندي التيتشر بتشتغل في السكول هنا عندي الدكتور بيشتغل في الهوسبتال طيب نمبر ثري هنا لقدامي ده بيقول ايه انا اسمي رامي يعني انا كده ضابط شرطة اي اي جو تو اي جو تو ده بوليس ستيشن باي بس انا بروح ال بوليس ستيشن اي باس هو هنا بيقول انه هو بيشتغل بوليس اوفيشر يعني ضابط شرطة اي جو تو ده بوليس ستيشن انا بروح اا قسم الشرطة باي بس يعني بالاطم telling مش عارفة ازاي يعني هو ظابطه بيروح بالباس يعني المفروض كان قال كلنا عارفين ان الضابط الشرطة بيروح قسم الشرطة بالعربية عمري ما سمعت صراحة ان هو بيروح بالباس يعني ممكن كان قال لي مثلا وكان جي هنا مثلا عند داليا كانت قالت يعني ممكن داليا تروح بالباس عادي تمام? يلا مش مشكلة اهم حاجة نعرف ان البوليس بيشتغل فين في البوليس ستيشن تمام? نروح بقى هنا عند مين عند ياسر هو هنا بيقول انا اسمي ياسر يعني انا بشتغل كده موظف حسابات هنا بيقول انا بروح البنك باي المترو يعني بواسطة المترو تمام? طيب يبقى هنا التيلر بيشتغل فين في البانك يبقى عندي بتشتغل فين في السكول هنا عندي بتشتغل في الهوسبيتل هنا عندي بيشتغل في البوليس ستيشن وهنا عندي بيشتغل فين في البانك طيب تعالوا بقى كده نروح لجزء انا حاسب لكم بتاع الماتش بتاع التوصيل ده طبعا بتحبوا التوصيل حاسب لكم التوصيل ده كده تمام? ونمبر تو برضو فيه ماتش يعني فيه عيبقى همورك كده ان شاء الله يعني اي حاجة فيها توصيل بس انتوا هتعملوها تمام? طيب نيجي بقى للجزء المهمة قوي نشوف بقى مين كان مصحصح معايا ومركز معايا في الفيديو هنا في نمبر سري بيقول لي هنا هاختار الكلمة الصحيحة هنا عندي نمبر وان اللي في الصورة اللي قدامي ده اقول عليه ايه دكتور ولا تيتشر ولا درايفر تيتشر اكسلانت اقول عليه ايه مدرس نمبر تو بقى المكان اللي كلكم بتحبوا تروحوه هل اللي قدامي ده بارك ولا زو ولا سوبر ماركت بارك اكسلانت يبقى دي هنا عندي نمبر تو بارك نمبر سري اللي قدامي ده فاير فايتر او درايفر او بوليس اوفيسر بوليس اوفيسر اكسلانت بوليس اوفيسر يعني ضابط شرطة برافو عليكو يا كيجي تو انا سمعيكو شكلو بكو تم صحصحين معايا في الفيديو برافو عليكو طيب نمبر فور بقى نشوف بقى لسه مين مصحصح معايا نمبر فور اللي قدامي دي في البيكتر في الصورة اللي قدامي هل دي بانك سكول هاوس سكول اكسلانت سكول مدرسة حتى هو هنا كتب لي كلمة سكول يبقى دي هنا عندي سكول مدرسة نمبر فايف اللي قدامي دي بقى اقول عليها ايه بتشتغل ايه تيلر ولا فت او تيتشر تيلر اكسلانت تيلر يعني موظفة كده الحسابات اسمها ايه اسمها تيلر طيب هنا عندي في نمبر سيكس هل السورة اللي قدامي دي سكول بانك هوسبيتل هوسبيتل اكسلانت هوسبيتل يعني مستشفى نمبر سيكس ركزوا معايا اللي قدامي ده بيشتغل ايه انجينير دكتور فايرفايتر انجينير اكسلانت انجينير يعني مهندس هنا عندي في نمبر ايت اقول عليها ايه دكتور ولا دينتست ولا فت انا عندي هنا كلمة دينتست يعني طبيبة الاسنان ها اقول عليها ايه كيجيتو دكتور أو دينتست أو فت اكسلانت بقول عليها عشان هي معايا تمام طيب اللي قدامي المكان اللي قدامي ده اقول عليه بوليس ستيشن أو بس ستيشن بس ستيشن يعني اللي هي محطة الاوتوبيس اللي بركب منها الاوتوبيس طيب هنستبعد دي انا ما عنديش هنا اوتوبيسات خالص يعني اللي قدامي ده اما بوليس ستيشن أو فاير ستيشن ها هتبقى ايه كيس جيتوه كده فكروا فاير ستيشن اكسلانت فاير ستيشن اكسلانت هنا عندي في نمبر تن هل ده استرونوت درايفر بايلت هتبقى ايه بايلت اكسلانت بايلت يعني طيار عشان هنا عندي طيارة وراه بين انه هو فين في المطار في الايربورت تمام نمبر 11 ها قول عليه فاير فايتر ولا بوليس اوفيسر ولا تيلر فاير فايتر اكسلانت فاير فايتر يعني الرجل الاتفاق شايفيني الطفاية اللي في ادي نمبر 12 ها هل المكان اللي قدامي ده بارك سوبر ماركت سكول سوبر مارك اكسلانت سوبر ماركت طبعا كلكم عارفيني السوبر ماركت طبعا وبتحبوا تروحوا وتشتروا من السوبر ماركت نمبر 13 ها بايلت انجينير درايفر اللي قدامي ده بيشتغل ايه بايلت انجينير درايفر درايفر اكسلانت درايفر يعني سواء طيب نمبر فورتين فت نيرس دكتور 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 هنا عندي نمبر فورتين دكتور هنا عندي في نمبر ففتين بارك بانك ماركت بانك اكسلانت نمبر سكستين ها اللي قدامي ده كابتن بايلت درايفر كابتن اكسلانت كابتن نمبر سبنتين فاير ستيشن بوليس ستيشن ارب constru ستيشن ها حقول عليها ايه بوليس ستيشن اكسلانت بوليس ستيشن حتى اياه مكتوبة هنا بوليس ستيشن طيب هنا عندي نمبر اتين ها اللي قدامي ده استرنات كابتن بايلت استرنات اكسلانت استرنات يعني رائط فضاء هو اللي بيلبس اللبس ده اسمه استرونات يعني رائد فضاء نمبر ناينتين فت دكتور نيرس هنا عندي نيرس يعني ممرضة محدش يقول لي دكتور هي النيرس الممرضة هي اللي بتلبس كده مش الدكتور دي اسمها نيرس يعني الممرضة اللي بتساعد الدكتور نمبر توينتي ها اللي عندي دي يعني مطار برافو عليكو يا كيس جيتوه مبسطة منكو جدا 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 هنا عندي في نمبر فور بيقول لي يعني هنا احنا هنكمل الجملة على حسب ايه? على حسب الصورة الموجودة قدامي يعني هنا عندي في نمبر وان بيقول لي ببص للصورة اللي قدامي وبكتبها على طول مين هنا عندي اللي في الصورة عندي حاجة هنا مسلا اكتب تمام? يعني ضابط الشرطة هنا عندي ده مين? دكتور حاجة هنا واكتب هنا دكتور تمام? انا هسيب لكم الجزء ده كده لما تحفظوا الكلمات اللي موجودة فيه هتنزلوا وتكتبوا مش هتلاقيه اي صعوبة ان شاء الله هنا عندي نمبر فايف تمام? هو هنا جايبلي العكس بقى جايبلي الكلمة وانا بختار الصورة المناسبة هنا عندي نمبر وان جايبلي كلمة نيرس نيرس يعني ممرضة انهي واحدة نمبر تو حاجة هنا عندي نيرس في نمبر تو واعمل شيركل تمام? انا هحل معاكم نمبر وان وطو وثري وفور وفايف وحسيب لكم الباية ومورك ان هو ان شاء الله يبقى سهل جدا نمبر تو هنا عندي أسترونات أسترونات رائد الفضاء which picture? the first one the first one اهو اول واحد هنا عندي أسترونات يعني رائد الفضاء نمبر ثري police station police station which picture? the last one the last one اخر واحدة عندي هنا نمبر ثري دي اسمها police station نمبر فور captain captain اللي بيشتغل فين? بيشتغل في السفينة which picture? number three excellent number three بعرفه منين بيكون ماسك البتاع بتاعة السفينة المدورة دي كده وبيفضي يلفعه بأيدي ده اسمه captain captain number five هنا عندي doctor doctor which picture? number two excellent number two دي هنا عندي doctor تمام يا? كل ده كده هيبقى هموركة هيبقى سهل جداً هتعملوه كده في سواني انا عارفة انتو شاطرين ما شاء الله عليكم تعالوا بقى قولوكو هنا تعملو ايه? هنا عندي بيقول لي talk about yourself اتكلم عن نفسك هنا بيقول my name is هنا هتكتب اسمك my name is هتكتب اسمك وليكن مسلاً هتقول my name is what's your name? كينزي yes هنا هتقول my name is كينزي my name is كينزي انت بقى هتكتب اسمك اسمك عبد الله اسمك محمد اسمك احمد اسمك اروة وليكن الاسم بتكتب انت اسمك انت بتكلم عن نفسك I am بتكتب انت عندك كم سنة ممكن تقول I am six لو انت عندك seven بتكتب seven I am six or seven years old بتكتب السنة بتاعك طيب number three when I grow up I want to be هنا بقى انت بتكتب انت عايز تطلع ايه? ممكن تكتب teacher كده زي مثلاً تكتب teacher كده ممكن تكتب doctor ممكن تكتب engineer ممكن تكتب pilot شوف انت عايز تطلع ايه? وفي الجزء هنا بيقول لك ايه? بيقول لك ارسم نفسك سواء انت كنت boy or girl تمام? هنا بترسم نفسك يعني لو boy مثلاً بتعمل مثلاً كده ولد تمام? وبتعمل عينين كده انا برسم على قدي ها? ده كده لو boy انما لو girl بقى بتعمل لها كده تسريحة كده حلوة مثلاً وبتحط لها توكة تمام? يعني كل واحد بقى كده بيرسم نفسه تمام? طيب هنا عندي number seven هنا عندي في number seven بيقول لي complete the sentence number one I am a teacher يعني انا مدرس I work in a انا teacher هشتغل فين? school excellent I am a teacher I work in a school انا بشتغل في school بشتغل في مدرسة طيب number two هنا بيقول I am a doctor I work in a الدكتور بيشتغل فين? hospital excellent الدكتور بيشتغل في ال hospital hospital يعني مستشفى hospital 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 tell شفتوا انا بستهجز ده وانا بكتب عايزة كنتوا كان بتحفظوا الكلمات تستهجوها عشان تكون سهلة عليكم في الحفظ طيب number three I work in a ها القدامي ده بيشتغل فين? park اه من الواضح نوه بيشتغل في ال park يعني بينظفها كده بيشتغل فين? بيشتغل في ال park I work in a park number four I am a police officer I work in a ال police officer بيشتغل فين? هيا كيجيتو مستمعيكو ال police officer بيشتغل فين? police station excellent I am a police officer I work in a police station برافو عليكم number five I am a teller I work in a قلنا التيلر بيشتغل فين? bank excellent I work in a bank طيب number six I work in a اللي قدامي ده اي I work in a super market excellent هو هنا عندي بيشتغل في السوبر ماركت I work in a super market قسموها كده على جزئين super market number seven I am a firefighter I work in a عايزة اسمعكو I am a firefighter I work in a fire station excellent I work in a fire بصوا بكتب كلمة fire الاول بعد كده station fire station number eight I am a pilot I work in a ها البايلت بيشتغل فين? اللي بيطير بالطيارة فوق البايلت I work in a ها بيشتغل فين? I work in a ها بيشتغل فين البايلت? بيشتغل في المطار قلنا المطار اسمه airport airport يعني airport يعني مطار I work in an airport واخترنا هنا an عشان الساوند اللي جيبها عاديها هو الفاولت قلنا مين هما الفاولت اي ساوند من دول من الفاولز بيجي قابليها على طول الان لكن اي لادر غير الفاولز دول بياخد ا بس ما بياخدش ان تمام يا كيجي تو انا اتبسطت معاكم جدا النهارة يا كيجي تو ان شاء الله هستناكوا في الفيديو اللي جاي ذكروا كويس قوي واعملوا الهمور واستنوني ان شاء الله في الفيديو اللي جاي وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وما تنسوش تفعلوا زرار الجرز عشان لما نزل الفيديو تاني لكم يا كيجي تو يجي لكم اشعاره على القناة وما تنسوش تعملوا الشير للفيديو مع صحابكم ولو عندكم اي استفسار اكتبوا لي في تحت وانا هارد عليكم